تحية صباحية فلسطينية لكم مشاهدين الكرام نتواجد اليوم في بلد دير دبوان بالشرق من محافظة رام الله نتعرف على معرض وشاح هذا المعرض المختص بالزيل فلسطيني الأصيل لتفاصيل أكثر دعوني أرحب بضيفة الأخت ريم عواودي لو تحدثين في البداية عن هذا المعرض وسبب تسميته بمعرض وشاح معرض وشاح في دير دبوان بختص في الاتواب القديمة والحديثة ندمج شوي حديث مع ثواب قديمة من جددها ثواب جدت عمرهم سبعين سنة ثمانين سنة، أربعين سنة عشان نحافظ على هويتنا على تراثنا، على ثوبنا الفلسطيني ونحميه من السرقة من سرقة الصهاينة هذا ثوبنا رمز إلنا فمش رح نسمح لحد لنا يأخذ مننا فنحافظ عليه اللي عنده ثواب يجددها يعتني فيها نحافظ أن الجيل القادم يظلوا محافظين على لبس الثوب أن هذا تراثنا لازم نعتز فيه أن الثوب برمز أننا فلسطينيات قويات شامخات الثوب برمز لعروبتنا، وطنيتنا منحافظ عليه منحافظ أن اللبس لأطفالنا يعني هذا بظل طول عمرة معانا، تراثنا إذا إحنا حطينا يد في يد مع بعضنا، حفظنا على تراثنا، على هويتنا، وإن شاء الله أننا رح ننتصر فيه، ما نسمح لحد يأخذ مننا أخترين، لو تسمحينا، نسبة تسمية هذا المعرض بإسم وشاح، من وين إجت الفكرة؟ صراحة اسم وشاح اسم غريب شوي، وشاح معناه الشال المطرز أو اللفحة التي تنحط على الرقبة على الشتاب فهي بتيجي، هذا الكلمة بتيجي في أغنية فيروز، يعني مرسال مرسيل، فهي أخذتها من هذا الوحي أنا وأخذ فيها اسم على أساس أنه يبقى اسم مميز، اسم وشاح، يعني بعطيك إنه وشاح، شغل راس مع تطريز إنه اسم بيجي مع اسم تراثي ست ريم، كل بلدة أو قرية أو مدينة فلسطينية بميزها ثوب مختص فيها لو تحتينا عن شو بميز كل مدينة عن الأخرى؟ حكي، ثوب رمالله بيبقى يعني دايما ثوب رمالله مميز إنه في الملكة الملكة من عمر سبعين، ثمانين سنة، العروس ما بتطلع غير هلابسة ملكة هذا لازم تطلع معها، بيسووا ملكة في الحارة يعني تشل عرائسة في الحارة بيلبسوا الملكة هذه بالشرط إنها العروس يعني تشل عروس لبسة، بيلبسوا مع بعض هذا تراثنا العصيل في هاي الملكة أنا نقلتها، اشتغلت هذا الشغل بس أنا اللي اشتغلتها عندي هان في المعرض كماش نابلسي، اسمه مجدلاوي، مع ملكة قديمة، هذول الكطع ولا حدا عندها مثلاً منهم غير أنا سويتهم الكطع اللي أنا لبسها والكطع هذي، هذول الملكات منكلتها عن مجدلاوي عندنا ثباب التحريرة القديمة، التحريرة على الخشن، طارة ناعم يعني ستريم هالكات اللي بميز كل محافظة عن الأخرى أو كل قرية لون؟ الألوان تلعب لون، يعني ألوان زي هذ، هذا شغل خليل ألوان هذي شغل خليل هاي ألوان، رجعن هذي ألوان تلحمية من بيت لحن بتحجي هاي بتقول الألوان تلع دوان منطقة رمالله والبيرة، برجعن لألوان التراث جديد سننضيف الكشمير مع الثوب كم عمر أقدم ثوب عندي كون موجود في المكان؟ في عندي ثوب عمره، يعني لك تقول الملكة هذي عمرها خمسة وسبعين سنة تقريباً محتفظ فيها من خمسة وسبعين سنة؟ في عندك هذول الثوب، يعني هذول فيهم ثمانين سنة؟ ستريم، أنت شخصياً، عندك إشي ثوب محتفظ فيه من سنوات وأنت صغيرة؟ آه، عندي تعجوري هذا، تعالي هذا ثوبي وأنا صغير، ستة ترزت لي على إيدها، لبسوا وخواتي وبناتي أجبار وهلكت لبسة تجورية، يعني هذا الثوب عمره خمسة وثلاثين سنة؟ خمسة وثلاثين سنة وأنت تحتفظ في هذا الثوب؟ أنا محتفظ فيه، وبلبسة أولادي يعني أنا محطة على الباب، يعني حطة يعني زي، تقول إشي أنتيقة، إشي تراث، إشي أنت حضر عليه، إن شاء الله، إن شاء الله يعني نبسوا أولادي أولادي، وأننا نظل محتفظين فيه جزيل الشكر لك أختري معوادي على كل هذه المعلومات، نعم زملائي أثواب تورث من جيل إلى آخر للحفاظ عليها من سرقة الاحتلال والحفاظ على تراثنا الفلسطيني، كان هذا كل ما لدينا هنا والعودة إليكم في الأستوديو